حكاية كهربا قبل ما تيجي معايا المداخل دي كنت أقول لكم حصل عليها هولد كده محدش عارف هو عقوبة كهربا هتتنفس دي امتى هو العقوبة أصلا تلاقي تولقيها العقوبة مش موجودة ولا ايه تعارفين الكصة كلها مش عايز عيدها تاني بس الوضع الحالي بالنسبة لعقوبة كهربا بحسب مصدر في اتحاد الكرة قال لنا ان المستشار عادل الشرباجي رئيس لجنة التظلمات بيتمسك بعدم نظر تظلم عقوبة كهربا إلا بعد وصول قرار المحكمة بخصوص تنازل أهلي عن دعواء القضائية للطعن على شرعية لجنة الاندباط يعني ان العقوبة معمولها هول حد ما ييجي قرار المحكمة بتنازل النادي الأهلي بعد كده لجنة التظلمات تنظر في هذه العقوبة اللي هي 12 مباراة عشان تخفضها أو لا عشان تخفض العقوبة دي أو لا بحسب معلوماتنا ان فيه اتجاه ان العقوبة تنفذ في الموسم القادم وليس في الموسم الحادي الموسم القادم وليس في الموسم الحادي ده الوضع بالنسبة لحكايات كهربا اللي حمان سنية فوسط الزحمة الكتير يعني طيب